بالشراكة مع الجامعة الأردنية ممثلة بكلية العلوم السياسية انطلقت اليوم أولى أيام الدراسة لطلبة برنامج الدبلوم العالي في السياسات الانتخابية وإداراتها من العام الدراسي الجامعي 2021-2022 المستحدث جديدا من المعهد الانتخابي الأردنية التابع للهيئة المستقلة للانتخاب وانتظم في الحصة الأولى من البرنامج عشرون طالبا وطالبة اختارتهم الهيئة من عشرين حزبا سياسيا بهدف تعزيز الوعي الانتخابي وترسيخ المفاهيم الديمقراطية وتطوير مهارات العاملين والمهتمين في العملية الانتخابية محليا وإقليميا ودوليا هذه التشاركية بين الهيئة المستقلة للانتخابات والجامعة تبين أن الجامعة الأردنية بالتأكيد هي تسعى لخدمة المجتمع المحلي وتتلمس حاجات المجتمع المحلي ولذلك يأتي هذا البرنامج كمثال لهذه التشاركية الحقيقية واللي منتمنى لهذا البرنامج النجاح البرنامج أخذ بعيني اعتبار أن يغطي كافة أشكال الانتخابات وأنواحها وأنظمتها وقوانينها سيكون هناك ضمن المواد مرور على كافة أشكال الأنظمة الانتخابية المعتمدة في العالم سواء كانت أنظمة فردية أو أنظمة قوائم نسبية أو غيرها نحن نضع مبادئ عامة وسنخصص التجربة الأدنية بابا منفردا لأنه معظم طلبتنا لغاية الأدنيين هذا البرنامج هو الأول في الشرق الأوسط الذي هو متخصص في هذا البرنامج كإطار نظري وإطار عملي نخرج نتاجات هذا البرنامج ما نريده هنا أن نخرج الطلبة لديهم القدرة على معرفة سيرورة آلية الانتخابات قبل البدء وبعد البدء بمعنى قبل البدء وخلال الانتخابات وما بعد الانتخابات